السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع العدد مئة التفكيك والتركيب إذن دعونا نبدأ أحسبوا ذهنياً عددان مجهولان ومجموعهما معلوم يمكن الإجابة على هذه الوضعية بعدة صياغ مختلفة منها 50 زائد 50 75 زائد 25 40 زائد 60 10 زائد 90 2 زائد 98 55 زائد 45 أستحضر أولاً أكتب العبارات العددية التالية في الجدول عشر عشرات نضع الصفر في خانة العشرات والواحد في خانة المئات 2 أحد وثلاثة عشرات 5 عشرات وثمانية أحد ثانياً أربط بين كل عددين مجموعهما مئة 20 زائد 80 10 زائد 90 30 زائد 70 40 زائد 60 أتدرب أولاً أكمل بأعداد مناسبة حسب طريقة أختارها خمسة وخمسون زائد خمسة وأربعون خمسة وثمانون زائد خمسة عشر ثلاثة وأربعون زائد سبعة وخمسون ستة وعشرون زائد أربعة وسبعون 19 زائد واحد وثمانون خمسة وسبعون زائد خمسة وعشرون ثانياً أفكي كل أعداد وأركبها تسعة وأربعون زائد واحد وخمسون تسعة وأربعون ناقص تسعة يساوي أربعون واحد وخمسون ناقص واحد يساوي خمسون أربعون زائد خمسون يساوي تسعون تسعة زائد واحد يساوي عشرة عشرة زائد تسعون يساوي مئة تسعة وأربعون زائد واحد وخمسون تسعة وأربعون يساوي تسعة عشر زائد ثلاثون واحد وخمسون يساوي إحدى عشر زائد أربعون ثلاثون زائد أربعون يساوي سبعون تسعة عشر زائد إحدى عشر يساوي ثلاثون 30 زائد 7 يساوي 100 57 يساوي 7 زائد 50 43 يساوي 13 زائد 30 50 زائد 30 يساوي 80 7 زائد 13 يساوي 20 20 زائد 80 يساوي 100 أوظف أولا طلب صاحب مطعم من منتج دجاج 100 دجاجة فقدم له صندوقين يحوي الأول 42 دجاجة ويحوي الثاني 58 دجاجة هل تم التلبية رغبته؟ أعلل إجابتي نعم تم التلبية رغبته لأن عدد الدجاج الذي قدمه المنتج 42 زائد 58 يساوي 100 يساوي عدد الدجاج المطلوب 100 ثانيا هذا جدول يمثل عدد المشاركين من كل بلد في مهرجان المسرح أعمر الجدول نقوم بعمليات الجمع جانبا ثم نكتبها في الجدول نبدأها بالعملية الأفقية خمسة وأربعون مع أربعون يساوي خمسة وثمانون ثلاثون مع خمسة وثلاثون يساوي خمسة وستون خمسة وعشرون مع خمسة وعشرون يساوي خمسون العدد الجملي للفتيان خمسون وأربعون مع ثلاثون مع خمسة وعشرون يساوي مئة العدد الجملي للفتيات أربعون مع خمسة وثلاثون مع خمسة وعشرون يساوي مئة أقيم اشتركت مجموعة من الأطفال في مصيف كشفي لإنجاز لعبة انقصموا إلى فريقين يعد الفريق الأول سبعة وأربعون طفلا يفوق الفريق الثاني الفريق الأول بستة أطفال أولاً ما هو عدد أطفال الفريق الثاني؟ عدد أطفال الفريق الثاني هو سبعة وأربعون زائد ستة يساوي ثلاثة وخمسون ثانياً ما هو عدد الأطفال الجملي؟ عدد الأطفال الجملي يساوي سبعة وأربعون مع ثلاثة وخمسون يساوي مئة أسفالف لا HAS كنت تبعيشات إما بيننا تصرف القرص ما تسجيل لذلك أرسل